أمام محاولات النظام الإيراني التنكر من عملياته الإرهابية أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتين نفط في خليج عمان متعاهدا بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز نحن بصدد ضمان حرية الملاحة في جميع أنحاء مضيق هرمز هذا هو التحدي الدولي وهذا مهم للعالم بأسره وستحرص الولايات المتحدة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والديبلوماسية وغيرها بما يحقق هذه النتيجة وشدد بومبيو على أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما بيسعه لتجنب اندلاع حرب في وقت قال وزير الدفاع بالوكالة باتريك شنهان إن واشنطن تعد خطط طوارئ في حال تدهل الوضع خاصة بعدما أظهر مقطع مصور للقيادة المركزية للجيش الأمريكي عناصر من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر بإحدى الناقلتين لتمسي أدلة تورطهم وفي مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز أكد ترامب وجود بصمات إيران في الهجمات لقد فعلت إيران ذلك حتما وأنتم تعلمون أنهم فعلوها لأنكم رأيتم القارب أعتقد أن أحد الألغام لم ينفجر وكان مكتوبا عليه إيران ورأيتم وهم يزيلون اللغم كي لا يتركوا دليلا وراءهم ومع قناعة بريطانيا بأن الهجمات عمل إيراني عقدت الحكومة في لندن اجتماعا طارئا تزامن معه إعلان بريطانيا إرسال قوات خاصة للقيام بدوريات في مياه الخليج حسب ما ذكرت صحيفة سندي تايمز وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد شدد على أن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد رغم أنها لا تريد حربا في المنطقة مخيرا النظام الإيراني بين أن تكون دولة طبيعية أو دولة مارقة رسالة نقلها أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لا أحد يريد الحرب لكن الأمر يعود لإيران هم من يصعدون ويزودون بالسواريخ هذا سلوك غير مقبول ويجب أن يتوقف رسائل متتالية لإبعاد شبح الحرب في المنطقة لكن إيران تواصل تصعيدها معلنة أنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام في ابتزاز واضح لأوروبا بعدما أحكم الخناق حول رقبة نظام لا يعرف سوى لغة الإرهاب والاعتداء وعدم احترام أي مواثق وعهود